مرابا ركاداشلار وغارت دي المركز زينهوش جالدينيس أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد وسلسلة جديدة من سلسلة الأفعال والأمثلة عليها في اللغة التركية من أفعال المستوى الأول اليوم رح نتعرف على مجموعة جديدة من الأفعال مع أمثلة عليها خلونا نبلش بالمجموعة الأولى من الأفعال أول فعل عنا هو الفعل كهفلت ايت ميك كهفلت ايت ميك بصيقة المصدر بمعنى تناول الفطور الجذر تبعه منشيل الماك والميك بصير كهفلت ايت هذا الكهفلت ايت فينا نحن نصرفه مع أي زمن نشوف المثال هير صباح إشاقيت مدان عنجة جزال بير كهفلت اديورم هير صباح دمكي كل صباح إشاقيت مدان عنجة يعني قبل ما روح على الشغل جزال بير كهفلت اديورم يعني بتناول فطور جيد أو جميل يعني بدروب لي فطور مرتب قبل ما روح على الشغل هذا هو المعنى إذا منرجع من عيد الجملة هير صباح إشاقيت مدان عنجة جزال بير كهفلت اديورم تكرر هير صباح إشاقيت مدان عنجة جزال بير كهفلت اديورم إذا كنت عم تشوف الفيديو ياريت تكرر وراي كل جملة أنا بحكيها بقلبك أو بصوت خفيف لحتى تخفز الجملة وما تعد تنساها أبدا هير صباح إشاقيت مدان عنجة جزال بير كهفلت اديورم كالك ماك كالك ماك ندمك كالك ماك يعني النهوض أو الانطلاق إذا للإنسان منقول الإنسان بشيء من النوم منقول كالك يور ينهض من فراشه كالك يور طبعا في معنى آخر لفعل النهوض من الفراش هو الوين يور وين يور طيب الطيارة تقلع ولا تنهض ولذلك عندما نقول أتشاق بش دقيقة صونرا كالك يور ما صار معناها تنهض صار معناها تنطلق إذن أتشاق بش دقيقة صونرا كالك يور إذن الأتشاق كالك يور معناها تتنطلق أو تطير بينما إنسان كالك يور معناته ينهض من فراشه أو يكون قاعد ويوقف فمعناها كالك يور إذن كالك مارك يعني الاستيقاظ أو النهوض حسب طبيعة الفاعل والموقف اللي نحن موجودين فيه إذا كان قاعد وكالك ت بيكون نهضة يعني توقفة إذا كان نايم وفاعم النوم نقول كالك ت إذا الطيارة انطلقت نقول وشاك كالك ت طبعا كالك ت بالماضي كالك يور بالشمدكي زمان إذا كنت ما بتعرف الأزمن الرئيسية بالفعل دور بقناتنا على شي اسمه شرح الأزمن الرئيسية أو الأزمن الأساسية للأفعال في اللغة التركية ورح تشوف دروس حلوة بتعجبك إن شاء الله منروح حلا على الفعل كالك هذاكي كالك في يوكي زيادة هون كالك كالك يعني كالك يعني أظل أو أبقى أبلام إكي جن بيزدى قاليور أبلام إكي جن بيزدى قاليور إختي عنا لمدت يومين إكي جن بيزدى قاليور أبلام إكي جن بيزدى قاليور طبعا أنا لما بكرر مشان أنتوا تخفزوا الجملة منشوف هلأ فعل تاني اللي هو كابان ماك كابان ماك كابان ماك غير كابات ماك هلأ لما أنا بسكر شغلة بقول كاباتيوروم أنا عم سكرها بإيدي بينما كابان ماك تمام يعني هي تغلق مبني للمجهول إذن دكان لار أقشام ساعة أوندى قابان يور السكاكي عفوان الدكاكين شو جاب سيت السكاكين الدكاكين دكان لار أقشام ساعة أوندى قابان يور يعني الساعة عشرة بتسكر قابان يور يعني تغلق تمام كابات ماك هاد مبني للمعلوم أردان چقاركن بين جرالري كابات مايه هون كابات مايه أنا استخدمتها بالمصدر مع المفعول به عندما تخرج من البيت النوافذ كابات مايه أوندى إذا إذا أنا بدي وصي ابني لما يطلع من البيت ما ينسى يسكر الشبابيك بقله ياه بالتركي بهذا الشكل أفدان چقاركن أو أوفستان چقاركن وما انت طالع طالع بنجرالري كابات مايه ونطمة لا تنسى تسكر الشبابيك لما تطلع من البيت كارش لاشماك كارش لاشماك بمعنى تخليط أو بتجي بمعنى كمان شو اسمه مقابلة أو تقابل أو لقاء كارش لاشماك كارش لاشماك كارش لاشماك هون كارش يعني مواجه كلمة كارش لحاله مواجه هذا فعل مشتق من اسم كارش وضفنا له لاش هذا فعل تشاركي هذا ما بصير الواحد يعمله لحاله لازم يكون في مجموعة أشخاص عب يساوه لهذا الفعل تمام أركضاشلار نزى بير قلوم سيلة كارش لاين عين نصيحة لقلكن حبابي إذا بتكون تتقابلوا معرفاتكن قبلوهم بابتسامي أركضاشلار نزى بير قلوم سيلة كارش لاين كارش لاين كارش لاين كارش لاك يعني اركضاشلار نزى بير قلوم سيلة كارش لاين مروه هلا على فعل جديد اللي هو كاشن ماك كاشن ماك يعني الحكة او نوع من الحساسية يعني باشم كاشن يور يعني راسي عم بحكمي كاتل ماك يعني الالتحاق او اللحاق او التعقب تمام سيز جدين انا مقول رفقاتي سيز جدين روحوا انتو بان سيزي بيراز صونرا كاتلاجا انا راح الحققون بعد شوي اذا سيز جدين سيز جدين بان سيزي بيراز صونرا كاتلاجا يعني راح الحققون بعد شوي كزار ماك كزار ماك الكزار ماك هو فعل القلي او بصير اللون احمر الاحمرار بتجي بمعنى الاحمرار وبتجي بمعنى الاستواء منشوف المثال ميولة يعني يعني الفاوكي قزارمداً أبل ما تندج بمعنى حصر معنى dalı üstünde soldu dalı üstünde soldu يعني ذبولت على الغصن dalı üstünde soldu soldu بمعنى ذبولت شوف الفعل التالي kontrol etmek kontrol etmek bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi bütün mahalle halkı يعني كل شعب المنطقة aile hayatını kontrol ederdi يعني تتدخل في حياة العائلة konuşmak التحدث konuşmak konuşmur 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 استطاعة دوروا بقناتنا على درس بشرح قاعدة الاستطاعة çocuk daha konuşmur yani الطفل لا 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 يتحدث daha حتى الان konuşmur لا يستطيع يتحدث korkmak الخوف karallık yerde insan korkar karallık yerde insan korkar yani insan bilmonatik المظلم şu biamil bichaf karallık yerde insan korkar فالجديد ili korumak 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 yani himaye himaye منقول ilaçla meyveleri korudu korudu yani hama او منع الفاki انتمرض من خلال العلاч او بوسطة العلاч ilaçla meyveleri korudu اذا korumak yani himaye koşmak arrakı koşmak arrakı çocuk annesi ne doğru koştu yani الطفل rakı mbashrata nahwo amm an n si nay hon عندي اضافة annesi وعندي حرف jara وحطينا بينات n اذا ما بتعرف اضافة حرف حماية nay شوفوا درس المضاف والمضاف اليه ايضا بتلاقو بالقناة ورح حطلك الرابط باعلى الفيديو çocuk annesi nedoro koştu yani الطفل rakı mbashrata em koymak al wadah bu ishe kimi koyajan au koyajas home bimakna home bimakna mbemakna mbemakna mbemahna 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 koyajas koymak koyajas fay lgdeyd lgdeyde lgdeyde koyanmak koyanmak yani الاستعمal msla ben shimdi bilgisar koyan yorum anahala يعني ما كان يستعمل ابدا الشمسية او المعطف المطري يعني معطف مطري او شمسية يعني هو ما استعمل بحياته معطف مطري كتلا ماك يعني الاحتفال او المسمين احنا الكتلا ماك يعني مثلا مشوف مثال بان هارساني المبير هازيران ده دون جنم كتلا رم يعني بامل حفلت عيد ميلادي بواحد وشرين هزيران كل سنة ben her sene 21 هزيران ده دون جنم كتلا رم bu gerçekten evet mutlu olmak mutlu olmak يعني انا كون سعيدان او ان تصبح سعيدان başkalarına öğrettiğimde mutlu oluyorum gerçekten başkalarına öğrettiğimde mutlu oluyorum يعني لما بعليم الاخرين اسبح سعيدان أشكرا للمشاهدة الحلوين لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتحطوا تعليقات بالدروس اللي لازمتكم باللغة التركية واللي بتلاقوا فيها صعوبة ورح نحاول اللبكم بإذن الله سبحانه وتعالى كان معكم أحمد عبد المجيد من معهد أقاريت للغات إلى اللقاء